السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وهذه أهم 77 ثانية صارت في التقنية آخر يومين أذهب على طول للفايف جي وشركتين أيضاً طرحت جوالات للفايف جي وون بلس سبن برو وأيضاً جوال فيفو نيكس ثلاثة في فايف جي لحظة، وشرت من الفايف جيات الكثير التي تطلع من الجوالات يبغى لها حديث مكثف ولماذا أصلاً ما لدينا الفايف جي بشكل كامل؟ أتمنى تعريقكم على هذه الحلقة على سبيل محتوى كامل ساعة أبل الجاية، النسخة الخامسة، ستحصل على خاصية مختلفة نوعاً ما نعرف أن الساعات تقيس نبضات القلب ولكن ليس ضغط الدم ولكن هذه الساعة الجاية ستتمكن من قياس ضغط الدم لم أعطى المسرب تفاصيل أكثر على إمكانية هذه وكيف ستحدث؟ ولكن ننتظر ونرى هذه المعقولة، ساعة ذكية تقيس ضغط الدم أيضاً هواوي ميت 30 برو يتسرب صورة له بشكل رسمي فبين لنا المنظور الدائري الذي موجود على الكاميرا الخلفية والألوان المختلفة التي موجودة لهذه النسخة من الجوال طبعاً متشوقين لنفس الإطلاق الذي سيكون في شهر سبتمبر مع الميت 30 برو الميت 30 برو ما يختلف عن البي؟ البي مصمم للحياة والستايل والأمور العادية والشغل والتصوير أما الميت المفروض أنه موجه أكثر لرجال الأعمال والناس الذين تحب التلتقط محتوى بشكل احترافي أكثر فننتظر هذا المؤتمر الذي من خلاله سيطلع لنا الجهاز بشكل رسمي شهر سبتمبر مليان مؤتمرات دائماً خليكم مشتركين معنا ولا تحرمونا من اللايك وأيضاً آخر خبر عن شركة سامسونج التي أعلنت عن جوال M30S هذا الجوال الذي يحصل على مستطيل يحمل الكاميرات يشابه المستطيل الذي من خلاله في جوجل وفي آيفون ومن خلاله من شركة هواوي بشكل آخر يأتي لك نهاية الجهاز الخلفية والكاميرات تضع بمربع خاص ببارز وفي الفلاشات وفي الحساسات والكاميرات وكل شيء من ناحية الأسعار على المتاجة الإلكترونية أجبت لكم آخر ثلاث آيفونات ومقارنة بين أسعارها مع إطلاق الآيفون الجديد متوقع هذه الأسعار تنزل للنسخ الماضية وينزل جوال جديد من الآيفون لا فقط تخلي في بالك تشتري آخر إصدار يمكن الأنسب لك ولميزانية أن تشتري أحد الإصدارات اللي قبل نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك شكراً لكم على الخير